القيامة تؤكد ثلاث حقائق مهمة جدا علينا أن ندركها أولا القيامة تؤكد وتثبت على وجود الله ثانيا القيامة تؤكد عصمة الكتاب المقدس ثالثا القيامة تبرهن بل أعلنت عن لهوت المسيح وهذه الثلاث أمور أحبائي مهمة جدا وجود الله لهوت المسيح وعصمة الكتاب المقدس وعلى هذا الأساس تبنى أو يبنى الإيمان المسيحي خليني أبتدي أولا بالنقطة الأولى القيامة تؤكد على وجود الله الحقيقي بل واحدة من أعظم الإثباتات على وجود الله وطبعا يعني في إثباتات كثيرة جدا أنا مش هتكلم عن الخمس إثباتات اللي اتكلم عنها اللهوتي العظيم توماس أكوينس اللي بتأكد وجود الله أو حقيقة وجود الله ولكن دعني أقول أحبائي القيامة واحدة من أهم الإثباتات بل أعظم الإثباتات على وجود الله الحقيقي وليس فقط وجود الله بل أنه يتفاعل مع الإنسان ويتواصل مع شعبه وأن الله مش بعيد الله قريب وأنه حي وأن الله هو الحق المطلق والمحبة الكاملة والنور الحقيقي القيامة تعتبر أحباء معجزة والمعجزة هي من كلمة إعجاز إعجاز يعني لا أحد يستطيع أن يقوم بها إلا الله وحده فالمسيح هو الذي أقام نفسه وهو يتخصص فقط في هذا الموضوع طبعاً مثل ما ذكرت في الماضي في أربع معجزات خارقة تتعلق في حياة يسوع المسيح أولاً تجسد الكلمة أن المسيح جاء من السماء وولد من عذراء بمعجزة الشيء الثاني القيامة من الموت وهزيمة القبر فإذن هذه معجزات تجسد الكلمة القيامة من الموت والشيء الثالث أحبائي الصعود يعني الرجوع إلى نفس المكان حيث كان يسوع الصعود إلى السماء لأنه استحال أن تمسك به أي جاذبية أو أي قوانين طبيعية فهو خالق كل القوانين ثم أحباء الحدث الرابع اللي حتمياً سوف يحدث عن قريب رجوع أو مجيء المسيح ثانية هذه الأربع معجزات تجسد الكلمة قيامة المسيح صعود المسيح ومجيء المسيح ثانية لا يتخصص بها إلا الله وحده وهذا إن دل على شيء بدل على وجود الله ثم الشيء الآخر في هذا الموضوع كيف للموت أن يمسك برئيس الحياة فالمسيح هو رئيس الحياة بل هو رئيس الإيمان بل هو أيضاً رئيس خلاصنا إن تجسد المسيح بمعجزة حياته الأخلاقية وكماله معجزة بل شيء طبيعي على المسيح القادر على كل الشيء والعالم بكل شيء أن يقوم بما تعجز عنه الأنبياء وكل البشرية ألم يفتح المسيح عيون العمي بل خلق عينان جديدتان للمولود أعمى في يحنى التسعة أقام الموت بل خلق وأحيى جسد العازر الذي أنتن بعد أربعة أيام لقد طرد المسيح الشياطين وهذه القوة لا تستطيع أي قوة أخرى أن تضحضها إلا قوة الله وحده ثم طهر البرس عند لمس البرس لم يتنجس بل طهروا بطهارة المسيح وبقوته بل شفى كل أنواع المرضى حول الماء إلى نبيذ الماء لا لون له ولا طعم ولا رائحة صار إليه لون وصار إليه طعم وصار إليه رائحة اتغيرت العماصر ومن يستطيع أن يغير العماصر سوى الله وحده لقد أشبع الآلاف من خمسة أرغفة وسمكتين ومن يستطيع أن يخلق إلا الله وحده ثم أحبائي لقد مشى المسيح على الماء فلا توجد أو لا يوجد قانون جاذبية يمسك بيسوع المسيح بل مشى على الماء السائل ثم أحبائي أمر العواصف أن تهدأ إلى درجة أنهم تعجبوا من هذا فإن الرياح والعواصف تطيع أيضاً الرب يسوع المسيح ولكن أهم ما في الموضوع لقد أقام المسيح نفسه من بين الأموات وهذه المعجزة تبقى واضحة أمام الجميع ومش بس أقام نفسه من بين الأموات بل ظهر للتلاميذ لمدة أربعين يوم مش بس ظهر للتلاميذ بل دخل العلية والأبواب مغلقة وهذا بشهادة شهود عيان بل صعد إلى السماء أمام شهود كثيرين نعم أحبائي إنها إثبات على وجود الله وأن الله بكلمته هو الحافظ والمهيمن على كل شيء وله السيادة والسلطان الكامل على كل شيء فهذه القيامة تؤكد على وجود الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر